نظم رئيس أمن ولاية الطرف العامدة الأولى للشرطة فؤاد شرفية ندوى صحفية بمقر وحدة حفظ النظام أنا ركزة في تدخل على مجمل نشاطات فرقة وأقسامه منها ما تعلق بحوادث المرور وصرح بأن ولاية الطرف في إطار إقليم الإختصاص سجلت نسبة مرتفعة من حوادث المرور تأسبب فيها أصحاب درجات نارية وخاصة خلال فاصل السيف أين تزداد حركة استعمال هذه الدرجات من الشباب مما يتسبب في العديد من الحوادث ميكروفون محمد بن كموغ كل سنة والله كل مرحلة للجانب الأمن العمومي يركز في مخص الحملة تتاهتعه سواء كانت تحسيسية أو ردعية حسب الأسباب المؤدية إلى تزايد في مخص حوادث المرور نعطيه مثال على كل حال في سنة 2019 ولقين الجانب بتاع الدراجات النارية يعني اللي يراهم كانوا السبب الأكبر في مخص الحوادث الداخل لقاليم الحضرية تعني كما يقول له هذا الأعداد تحوات المرور خاصة في فترة الصيف ترجمة نانسي قنقر